في أرض المحشر في يوم القيامة في يوم الفزع الأكبر حيث حشر الله تعالى كل الخلائق الإنس والجن والطير والوحش كل خرجوا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالناس جميعا إلى أرض المحشر كرب عظيم وغم شديد في هذه اللحظة إذ بأهل الإيمان يسمعون مناديا يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ما أجمله من نداء لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون لا خوف لا حزن قد مضى هذا في دار الدنيا لك أن تتخيل هذا الموقف الجميل عش معي هذا الموقف رجل من أهل الجنة يجلس مع زوجته المؤمنة في قصوره يجلس معها على سريره هذا السرير منسوج بالذهب مكلل باللؤلئ والدر ولياقوت عليه الحرير يتدلى والفرش المرفوعة هذا السرير يتحرك به حيث شاء يطير به حيث شاء يصعد السرير به وبزوجه في قصوره فيرى أيمن منه فيرى قباب الذهب والفضة قباب الذهب والفضة قصور قباب من الذهب والفضة وينظر أسفل منه فيرى الأرض قد ملئت لؤلؤا ودرا وياقوتا وينظر أشأم منه فيرى قيمة مجوفة من لؤلؤ مجوف ينظر فيرى ما لذ وطاب ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ينظر إلى خدمه فيرهم كاللؤلؤ المنثور ينظر إلى زوجته فتحلو في عينه سبعين ضعفا حينئذ إذ به وزوجته يقولان في نفس واحد الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور